مين بقى اللي بيحاسب عالمشاريف دي مشاريف النادي الاسماعيلي مين غير جمهور النادي الاسماعيلي مين اللي بتحرق دمه غير جمهور النادي الاسماعيلي مين اللي بيزعل غير جمهور النادي الاسماعيلي مين اللي بيعاني غير جمهور النادي الاسماعيلي مين غير جمهور النادي الاسماعيلي اللي شايل النادي فوق كتافه شايله في أفراحه وأحزانه ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هو فيه كده يا جماعة في الكرة في الدنيا في الدنيا كلها أربع مدربين في ثمان شهور ده بيحصل فين ده ده فيه فرق اللي أربع مدربين دول بيبقوا في خمسين سنة أربع مدربين طبعا فرق برا في أوروبا يعني مش هنا أربع مدربين في ثمان شهور بأي منطق وبأي عقل وبأي إدارة إيه هي؟ إيه هي الفكرة يعني لما أنت بتجيب مدرب وبعد شهرين أو أقل بيتمشيه بعد ثلاث أربع مطشاط تمشيه بأي منطق تتفكر إزاي بيستني النتائج تبقى عاملة إزاي يا جماعة ده بساطة شديدة ده بساطة شديدة المدرب لسه بيتعرف على اللعبين لسه بيتعرف على إمكانياتهم لسه بيحط طرق اللعب والخطة وبيحفظ وبيعلم وبيساعد اللعب أنها هتتحسن لسه بيحاول يعمل ده فأنت بتقوله امشي مين قال لك أن المدرب اللي هيجي اللي إسماعيلي هيعمل كده فالإسماعيلي يكسب أي مطش مين قال كده مين قال لو جبت مين يعني هيغير إيه الإسماعيلي اللي لسه في منطقة الهبوط في الدوري ولسه كل العاملين في النادي الإسماعيلي مش فاهمين إن الإسماعيلي في كارسة أيوة الإسماعيلي في كارسة إحنا بتقول الإسماعيلي في كارسة عشان الإسماعيلي بالنسبة لكل الجماهير المصرية النادي الكبير الذي كان دائما يزاحم الأهلي والزمالك على الكمة فين الإسماعيلي من السنوات مش فكلم على السنوات دي بس فين اختفى آه اختفى معلش على الإزعاج بصراحة كده يعني بصراحة مباراة الأهلي والإسماعيلي كانت زي زمن أو دلوقتي باعت زي زمن لا طبعا مباراة سهلة للأهلي مباراة الزمالك والإسماعيلي مباراة صعبة زي زمن لا مباراة آه سهلة للزمالك في مباراة دلوقتي في الدورة أصعب للأهلي والزمالك من الإسماعيلي وده عيب ده عيب لكل الناس اللي بتعشق وبتحب الإسماعيلي مش بس اللي بيديه الإسماعيلي عيب إن الإسماعيلي يبقى في المكانة دي أنا بقولك كلام الصادم ده اللي زعل بس هو الواقعي ازاي يعني ده مطش الإسماعيلي ده كان فيلم رعب اي منافس في الدور بما فيهم الاهلي والزمالي فيلم رعب انا عندي مطش الاسماعيلي يا خبرة بيض انا هواجه مين ولا مين في نجوم الاسماعيلي اللي في الفريق بتاعهم فين بقى كل ده ليه 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 مصممين ليه مصممين توقعوا النادي ليه الفرقة بايزة الفرقة بتتدمر في مشاكل في التشكيل في مشاكل في الاسكواد في القوام بتاع الاسماعيلي في مشاكل يعني واضحة وضخمة مفيش اي مدرب هيجي يعمل كده روح مصلح كل ده نهاردة كابتن حمزة الجمل مطلع بيان انه مشي من نادي الاسماعيلي ويا سلام بقى يا سلام بقى وطبعا في مصادر من نادي الاسماعيلي طلعت تصريحات انه الراجل خلاص مشي وبيبادوره على مدرب جديد والكلام انه كابتن اقاب جلال في الصورة خد بقى المفاجأة اللي لسه جالي حالا دلوقتي لسه جالي حالا وانا بتكلم محرك دلوقتي لسه جالي حالا نادي الاسماعيلي مجلس الادارة بيدرس البقاء او بقاء الكابتن حمزة الجمل وجهازه الفن يا سلام يعني الساعات اللي فاتت دي كلها حمزة الجمل مشي اللي جاي حمزة الجمل يكمل ايه التهريج ده بجد يعني ده ده جماعة مش حاجة منطقية ده 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 هزار ده مش بجد انا بتكلم على نادي كبير له جماهرية كبيرة جمهور الاسماعيلي ده يعني ايه بيتنفس كورة اللي راح الاسماعيلية اي حد في الشارع هتليه حاجة عالم الاسماعيلي اي حد في الشارع هتبي يتكلمك عالكورة وبس الناس بتتنفس كورة بتعملوا فيهم كده ليه حرام يعني ايه انا مش مرحلة الشك دي اصلا غلط هجماعة ده كابتر حمزة الجمل هو اللي منزل انا مش بقى انا ما جبتش معلومة ان كابتر حمزة الجمل ماشي راجل بيشكر النهاردة الادارة اهو كلام كابتر حمزة الجمل باختصار يعني